اشتركوا في القناة خصوصا أنه متوجه للفئة المتوسطة والتي سيكون من المفروض أن السعرها سيكون مناسبا لكثير من أغلبنا سأذهب معكم إلى فاصل ثم أرجو لكم بحول الله تعالى لكن إن كنت تشاهد قناتي لأول مرة فأنا أدعوك لاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي تصلك كل فيديوهاتنا بحول الله تعالى إذن سأذهب معكم إلى فاصل ثم أرجو لكم بحول الله تعالى لا تذهبوا بعيدا يأتي هاتف شاومي بوكو إكستريا نفسي الجديد مع معالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 732 جي اس أم 71 خمسين أي سي بتقنية أن أم تمي تمانية نواة والمعالج الرسومي أدرينو 618 بالإضافة إلى أربع كاميرات خلفية واحدة بأربعة وستين والأخرى بثلاتة عشر ميجا واثنان واثنان ميجا بيكسل وكاميرا أمامية عشرون ميجا بيكسل منبتقة تقدمان أداء مميزا لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات بدقة عالية هذا ما يجعل هذا الهاتف منافسا قويا وشريسا للهواتف الأخرى في هذه الفئة المتوسطة كما يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 128 جيجا بايت ونسخ أخرى 64 جيجا بايت كما يأتي الهاتف مع بطارية ضخمة بسعة 5160 ميلي أمبير غير قابلة للزالة لكن الهاتف يتمتع بشحن سريع يبلغ 3 و 3 واط بإمكانه أن يقوم بشحن الهاتف لـ 62% في 30 دقيقة فقط وبإمكانه أن يقوم بشحن الهاتف 100% في 65 دقيقة فقط بالنسبة لشكل الخارجي فنأتي أولا إلى مواد التصنيع الإطار من الأرمليوم والواجهة المامية من الزجاج من نوع غوريلا غلاس الجيل الخامس والواجهة الخلفية من البلاستيك ويأتي الهاتف مقاوما للغذار بمعيار AP53 بالنسبة لأبعاد الهاتف فهو يتمتع بطول 165 ميلي متر فاصل 3 وبعض 76 ميلي متر فاصل 8 وبسماكة 9 ميلي متر فاصل 4 بوزن كلي يصل إلى 215 جرام أما الألوان المتوفرة لهذا الهاتف فهو اللون الرمادي واللون الأذرق بالنسبة للشاشة فهي من نوع APS LCD وبحجم 6.67 بوصة بنسبة استحواذ 84.6 من واجهة الجوال بدقة 1080 بيكسل في 2400 بيكسل وبكثافة 395 بيكسل لكل بوصة كما يتمتع الهاتف بالHDR10 أما بالنسبة لبرنامج التشغيل فلقد صدر هذا الهاتف بأندرويد إصدار 10 وبواجهة مستخدم ميوي 12 بينما يقبل الهاتف شريحتين لمرة واحدة أو شريحة وكرت ذاكرة خارجي لذلك إن كنت تريد اقتناء هذا الهاتف فأنا أنصحك بأن تقتني النسخة 128 لأنك إن استعملت شريحة لن يمكنك أن تقوم بزيادة مساحة هذا الهاتف إذن وآخيرا أصل معكم إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أنه قد نال رضاكم ونال إعجابكم إن أعجبك الفيديو طبعا اضغط على زر لايك إذا لم يعجبك اضغط على ديس لايك لكي أقوم بتحسين فيديوهات مثل هذه في المرات القادمة بحوالي تعالى شاركوني أيضا أراءكم حول هذا الهاتف ما رأيكم بهذا الهاتف هل يستحق فعلا الاقتناء أم لا يستحق ذلك إن كنتم ترغبون في مراجعات أخرى لهواتف أخرى فقط ضعوا في التعليقات اسم هذه الهواتف والتعليق الذي سيأخذ أكبر عدد من الإعجابات حول الهاتف المراد عمل تقييم أو مراجعة إليه سأقوم بعمل مراجعة له بحوالي الله تعالى إذن كلام معكم محمد سيراج وإلى لقاء آخر بحوالي الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته